بداية نشرتنا بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فولتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بمناسبة يوم الوحدة لبلاده وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور فرانك فولتر شتاين ماير كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى المستشارة الاتحادية الدكتورة أنجلا ميركل